أخيرا اليوم بعالم الطاقة وتأثيراتها على جسم الإنسان فمن المعروف أن هناك طاقة خمس طاقات بالطبيعة طاقة الشجرة، طاقة النار، طاقة التربة، طاقة المعدن وطاقة الماء أكيد ريش بنا نعرف اليوم ما هي تأثيرات هذه الطاقة على الإنسان إلى أي حد يؤثر الخصوف والكسوف على الأبراج هالنقاط وأكثر راح تكون محاور لحديثنا مع يسرى يوسف خبيرة بعلوم الصباح الخير، أهلا وسهلا فيك يسعد صباحي، أهلا وسهلا فيك ضمن برنامجنا الصباحي بالبداية حابين نتعرف على الخمس طاقات التي ذكرناهم نحن نعرف أن الطاقات هي موجودة بوجود رب العالمين خمس طاقات دائمة لنشاط الإنسان وأي خلل بطاقة واحدة من الخمس طاقات هي متأثير سلما على جسم الإنسان متل ما حكينا أنه الطاقات هنه خمس طاقات موجودين بالطبيعة يعني وهنه من أهم شيء أهم طاقة هي طاقة التربي طاقة التربي يلي المي بتتخزن فيها يلي هي بتطالع الشجر يلي يعني يعني الإنسان خليئ من التراب يعيدوا للتراب لهيك أهم طاقة يلي بتساوي توازن بين كل الطاقات هي طاقة التربي وبتعطي طاقة التربي فينا نقول الداعم الأكبر يلي بتخليه النبات ينمى فبما أنه الطاقات الخمس هنه من أهم طاقات ففينا نقول عنهم طاقات إنتاجية ومن الانتاج طبعا كمان فينا نقول عنهم طاقة تدميرية لأنه منعرف نحن أنه بالطاقة الإنتاجية التربي بنزرع فيها فبتطالع الشجر فبالشجر بيدعم النار والنار بتدعم التراب والتراب بيدعم المعدن أو إذا من نجي على طاقة تدميرية فينا نقول أنه التربي الماء بيطفي النار والنار بيطفيه التراب كمان لهيك فينا ناخدهم أنه هنه العوامل الأساسي لدعم الطاقات كلها خلينا نحكي يا يسرع بشكل تفصيلي أكتر يعني خمس طاقات كل طاقة مرتبطة بالإنسان سواء من ناحية الإجرابية أو الطاقة المدمرة مثل ما حكيته خلينا نحكي بشكل تفصيلي كيف تأثيرا على الإنسان؟ حسب علوم الطاقة أنه كل عنصر من هاي العناصر مرتبط بأعضاء سانوي وأعضاء عامي به الجسم مثلا مثل طاقة النار ترتبط بالقلب فأي مشاعر سلبية بيكون في خلل بطاقة النار فعن طريق المأكولات مثلا ندعمها للطاقة ومن نمية منحفزها من نشطها لما تساوي خلل بجسم الإنسان يعني مثلا في عنا مثل طاقة حكينا عن طاقة النار في عنا أي شي حامد بقوية مثل الهندوباء مثل البقدونيس مثل الزيتون الأخضر يعني في أغذية معينة ممكن تعزز عنا تأثيرات الطاقة بالنسبة لطاقة الماء أو حتى طاقة التراب أو طاقة المعادة؟ ايه طبعا فينا نقول عن طاقة النار النار مرتبطة بالقلب والأمعاء يعني حسب علوم الطاقة أنه كل عضو مرتبط بينصر من العناصر الخمسي طاقة التراب مرتبطة بالطحال في عنا كمان المعدن طاقة المعدن مرتبطة بالكولون في عنا طاقة الماء من كلمة الماء معناتها مرتبطة بالمساني وبالكلا وفي عنا طاقة الشجر مرتبطة بالمرارة وبالكبد أي خلل بأي عنصر من هالعناصر بيكون في تعب بجسمنا يعني عن طريق الطعام لكل طاقة فينا نعززها والنمية منشان يتابع الإنسان نشاطه كيف منقدر انحقق التوازن بين هاي الطاقات سواء من ناحية الغذاء مثل ما حكيتي أو من النواحي الأخرى؟ عن طريقة التأمل عن طريقة في عنا مثل بيقول مثلا إذا كنت تعباني أعدي ببيت عربي شفت البيت العربي طاقته مفتوحة يعني في العناصر الخمسي موجودة نافورة مي قدامك شجرة قدامك المعدن بتشوفيها كمان يعني أي طاقة مفتوحة منساوي التأمل هو التأمل هو اللي بيحفز الطاقات عن طريق التأمل إذا بدك تخرجي للطبيعة تطلعي للطبيعة هاي كلها من عوامل تحفز الطاقة وتنشيطة بالفعل يمكن الطبيعة كتير بتأثر علينا وعلى نفسيتنا وعلى جاذب الطاقة الإيجابية لألنا يمكن الجلوس بمكان فيه طبيعة قداش تأثيره كتير كبير يمكن لدغوطات العمل اليومية والسرعة يمكن بكل شيء من أن نوصل له بيكون فيه ريلاكس وبيكون فيه شوية هدوء وراحة من خلال تأملنا لها الطبيعة قداش الإنسان بالفعل بحاجة لهيك جاذب لهالطاقات أكيد كتير بحاجة وخاصة مثل ما حكينا هلأ أنه دائما بتشوف الإنسان عن طريق الروتين أنه تعبان عم يشتغل بتكون عنده دائما مشاعر سلبي دائما عم بيفكر كيف بدي يؤمن قوت ولاده أو مثلا حاجاته الضرورية بتكون عنده طاقة القلب تعباني لهيك مثل ما حكينا أنه عن طريق التأمل أو البيت المفتوح أو بيطلع يغير جو مثلا بيحفز طاقته بقوية ودائما المتعارف عليه بين الناس وحتى بين الفلاكيين أنه علاقة الخصوف والكصوف كيف ينعكسه على الإنسان سواء نفسيا وحتى بالأحداث الكونية أدي هذا الشيء فعلا صحيح ومثبت؟ مظبوط هلأ كان عندنا مبارح كصوف جزئي بالشمس ببرج الأسد بدرجة 18 من درجات برج الأسد بيعمل تغيرات كتير وبيعمل حالة سلبية دائما خصوف الأمر بيضل ضاغط على النفس أكتر من كصوف الشمس كصوف الشمس بيساوي شي بسيط فكان مبارح على برج العقرب شوي على برج الثور على برج الدلو على برج الأسد كان هدول عندهم تعب وفي عندهم تعب دائما ننصح قبل الكصوف بيومين ثلاثة وبعد الكصوف بيومين ثلاثة أنه ما حدا يقدم على مشروع أو يتخذ قرار لأنه بالكصوف والخصوف بتحس أنه نفسي تعباني فأي مشاعر سلبي بدأ تطلع أو الحنين للماضي نحن منقله عن طريق الطاقة فأي حدا بدي أقدم على مشروع أو كذا مننصحه أنه قبل بيومين طويل بالك شوي وبعد بيومين طويل بالك شوي بس دائما بيجي كصوف الجزئة للشمس عن طريق بداية أي شيء انتهاء لمرحلة فيها تعب وبداية لمرحلة جديدة إن شاء الله بتكون يعني بالفعل الخصوف والكصوف بأسروا على الأبراج و هذا الشيء بنعكس علينا لكن يمكن دائما العالم تسأل نحن كيف فينا نجزء بالطاقة الإيجابية لأينا خلال أيامنا وأيضا ضمن كل برج طبعا لأنه الكصوف الخصوف بمثل ما حكينا أنه الأمر والشمس دائما بيصير فيها وهن كوكبين لهم علاقة بالأبراج لأنه الشمس ثابتي فبتحس أن الأمر بيدور حوليها وحول الأرض فالشمس بتعطي نحن منسميها الملك أو منسميها الوحي أو الروحانيات العالية دائما بيصير تعب فنحن أكيد عن طريق الهدوء بناخد شوية وقت بنحاول بالكصوف والخصوف أي شيء مثلا بالدعاء بيقولوا الدعاء يرد البلاء أو صدقة جارية أكيد هذا كله بيخفف من الكصوف على الإنسان وحتى بيخلي نفسيته مرتاحة شوي الملح بالبيت ما منساني هائيا كمان قبل الكصوف يعني بالزوايا الأربعة كمان من الطاقة للراحة هلا في كتير عالم يمكن عندهم هالطرق يمكن اللي بيتبعوها خلال منزلون يكون في طاقة إيجابية ودائما منقرأ على الإنترنت ومنحب نعرف أنه كيف فينا نجزب الطاقة الإيجابية لبيتنا من إحدى الوسائل هي الملح؟ طبعا الملح الصخري اللي بيكسر الطاقة السلبي بالبيت يعني بننصح أو بننصحه علماء الطاقة أنه دائما ينحط الملح الصخري بالزوايا الأربعة أو إذا إنسان كتير تعبان نفسيته أو تعبان هو مثلا من تعب العمل أو من الروتين المعتاد أنه يتحمم بمي وملح بيكسر الطاقة السلبي عنه غير الملح يسرى من غير التأمل وزهب للطبيعة شو بتنصحي كمان نصيحة لكل الأبراجكم مشتركة إن كان للقطاقة السلبية إن كان للتروي بجميع الأمور هلأ بنصح دائما أي إنسان أكيد أكيد محدا يعني عنده دائما إيجابيات فالإنسان عنده إيجابيات وعنده سلبيات وكامان أحيانا من ممرء بالخير ومن ممرء بالشر فكل الأبراج هاي السنة كانت فيه منها كتير مرتاحة لأنه الإيجابيات عندها أكتر من السلبيات لهيك بنصحهم إنه التأمل عن جد أدما كان الإنسان تعبان ما يقول برجة ما يقول الشمس اليوم كانت كذا لا يقول الأمر كانت كذا دائما يطلع ياخذ هيك فصحة مثل ما بيقوله فصحة لنفسه يعني يشوف شو عمل بحياته شو عمل بيومه يحاسب نفسه بس بدون ما يعاقبه عن طريق التأمل ببستان مثلا ببحر على البحر ياخذ شوية وقت أو قصة من الراحة بيرتاح كتير وفلن فالتأثير كتير كان هلا مبارح صح في شوية سلبيات بس كان بداية الجديدة وحلوة يمكن لكل ربات البيوت اللي هلا عم يحضرونا بهمه أنه يكون فيه طاقة إيجابية ببيتهم بالنسبة لبلادهم بالنسبة لعائلتهم اليوم شو بتنصحي كل سيدة كيفية تجزب الطاقة الإيجابية لمنزلة بالإضافة يمكن للإشياء اللي ذكرت لنا طبعا هلا فيها كل فترة مثلا من غير بديكور البيت إذا الواحد بمل من المناظر أو من كل يوم بيفوت على نفس المكان فكل شهر فيه نساء كتير بيغيروا بديكور البيت العفوان مو شجر الزريعة العرق الأخضر كتير حلو بالبيت يمكن ديكور البيت تغييره يمكن بسبب راحة نفسية للسط لكن يمكن بيشكل تأثير عكسي بالنسبة للرجل بده يغير عرش البيت كل فترة تغير مكان مو يغير أنا أصدي يعني أنه بالأساس يغير بالمكان مثلا يعني هلا فيه ناس بإمكانها تشتري وتغير كل شهر كل ثلاثة شهور بس فيه ناس ما بإمكانها خلال سنين تغير لهيك مثلا بينقل الأساس المنزل من محل لمحل فيه نساء كتير بتغير بتحسي أنه اليوم حتى صور يعني غرفة النوم هون أو مثلا مغيرة بديكور الستائر أو كذا حتى كمان يسرا كنت دائما تصري على موضوع الألوان أنه نختار للبيت ألوان معينة هي بتنشر الطاقة الإيجابية طبعا قلت أنه الألوان هي عامل أساسي كمان فمنرجع منقول شو هي الألوان يلي بتنشر الطاقة الإيجابية أحنا بنطلع بطبيعا شو نشوف بنشوف اللون الأخضر واللون الأزرق أكتر شي يعني السماء والشجر فهدول اللونين كتير بيعطوا تفاؤل وبيعطوا طبقنيني للنفس وبيعطوا سلام داخلي يعني معلش بدل ما نحط لها البنت بنعرف نحنا أنه غرفة البنات لازم تكون زهر فما في داعي تكون زهر كلها يعني مشال ما تعطيها هدوء للبنت لأنه اللون بيأثر على نفسية الطفل كمان يعني إذا بدي أحط الأزرق للولد فأنا في أولاد كتير نشطين وحركين ما شاء الله بيزيد النشاط بيزيد النشاط عندهم فلا أنا بدخل لون تاني مثلا مثل الأبيض للأزرق مثل حتى غرفة البنات أنه الزهر كمان بحط فيه أخضر أو بحط فيه سماوي يعني هي الألوان الفاتحة هي دائما الحلوة أما الألوان مثل البنة مثل الأسود مثل الأحمر الأحمر بحاول خفف منه وخاصة لللون الأحمر أنا بنصح فيه السيدات يحطوهم بغرفهم مشال العاطفي أما بغرفة المراهقين ما بنصح فيه أبدا ولا بالصالونات مبعدة يعني شيء خفيف مو أكتر يعني الاعتباد أكتر شيء بالألوان على الأخضر والسماوي أو الأزرق يعني نحنا بدنا نشكرا كتير على هذه المعلومات المهمة اليوم طرحتها ضمن صباحنا وإن شاء الله دايما طاقة الإيجابية بتكون موجودة عند الكل شكرا لكم وصباحكم شكرا لك يسرا عن الجديد نتمنى هذه طاقة الإيجابية اللي عم تنشرية وتكوني معنا دائما تكوني موجودة ونستفيد من معلوماتك شكرا لك شكرا لك